اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس المهم يعني ربنا بيكلم محمد وبيقول له قل قل اعوذوا برب الفلق من شر ما خلق قل اعوذوا برب الصبح يعني البعض دايما يختلفوا في تفسير الكلمات دايما اي حاجة افتح الطبر افتح القرطب اختلف اهل العلم اختلف اهل التأويل دايما اتفقوش عمرهم طيب قل اعوذوا برب الفلق من شر ما خلق شر ما خلق ربنا خلق شر ولازم نحتمى به منه ولازم نحتمى به من اللي هو خلق والشر اللي خلقه ومن شر غاصق اذا وقب الليل يا رب حمنا شر الليل الليل دلوقتي عند الناس خلي بقى انت عاد في نيويورك سيتي كده وبتطل على منهاتن والهاتسون ريفر يجي يقول لك اعوذوا بالله من الليل وفي الناس عندهم شفت بتاع الليل دلوقتي اشتغل بالليل في مصانع سيمينز وفي مستشفيات يساعدوا الناس بينقضوهم واحد بيقول لك من شر غاصق انده وقب ايه رأيك انه انه الصورة دي بالذات بتتبت انه القرآن غير صالح لكل زمان ومكان اه النفاتات في الوقت في انه النفاتات في الوقت بقى اه على رأيك انهم بيعملوا السحر ومن شر النفاتات في الوقت اه ومن شر حاشن ده حاشن هو محمد كان عنده هوس ان فيه متعقب من ساعة ما دخل غار حراءه وغافل على نفسه فيه متعقب فالانسان المعزول ده من يبقى عنده هوس وعنده وسواس قهري ده الورايا ده اليهود بيدبر القتلي ده الحاجات اللي احنا ورسناها منه بقى بس ده حسدنا ده حسدنا عشان نحن احنا الدين اكتر انتشارا في العالم يعني دايما دايما الشخص الضعيف اللي عنده ولم ترد عنك اليهود والنصار سيأتي يوم ستتجمع عليكم الامم كما تجمع القصعة وعلي اكلتها ويعايزين ياكلوكم من حلويتكم الامم كلها يعني فهو الفكرة الدلساء الضعيف اللي عنده عوضة نقص دايما دول بيحسدوني دول بيدبروني حاجة نظرية المؤامرة يعني القرآن مليان بها والتاريخ الاسلامي كله قايم على فكرة الامم والاخرين طب هو شر النفاتات انت ذكرت حاجة شر النفاتات في العقد دلوقتي هتفيدني في يعني هو اخذ بالك يا حامد انا جاي يعني انا كنت بقوله يا رب بلاش النفاتات في العقد يعني تحمني يعني كم واحد دلوقتي بيموت من النفاتات في العقد سمعت عن حتى تمبارح مئة شخص يعني ماتوا من الفتاة هتلاقي حديث هتلاقي حديث بيقولك ان يعني اكتر سبب للموت محمد قاله بعد القضاء والقدر على طول العين صح وحديث صحيح بيقولك ان العين حق العين حق احنا الحد دلوقتي بنؤمن بالعين طبعا العين فلقت الحجر متعملوا عين لإسرائيل دمروها اجتمعوا كده كلكم وطلقوا على هدبة كده هدبة الجولان يمكن وعملوا لازر كده تشو باراسيكولجي اه عملوا تشو لإسرائيل تمحوها بعيونكم لا في حاجات كده في القرآن يعني لما تبقى انت بتسمع وتقول صالح وكل زم مكان طيب أنا دلوقتي بقرأ ان مش عارف ايه وربنا كان خلق الشياطين وكانوا بيجوا تصنطوا وربنا كان بيحدفهم بشهد ماشي يجد له شهابا رصد اه انا حستفيد بها النهاردة ايه لما النهاردة اول ما تشوف هقول اه اه دربوك لا ما انت بتقول لا ده 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 برضو من الأحاديث ان انت لما تشوف نجم بيسقط تقول سهم الله على عدو والله اه شفت شفت ربنا بيعمل ايه النهاردة النهاردة احنا عارفين بالعلم اه انه ده مفيش كده وان يمكن النجم اللي وساقط ده يكون مية من مليون سنة ولسه يدب احنا شايفين ضقه النهاردة اه هو بعدين جسم صالب دخل الغلاف الجو وما فيش اي عادي وحتلاقيه انه لا بيفرق بين الكوكب والنجم ولا الشهب كلهم عاملهم حاجة واحدة فكده يعني هستفدي من الحاجات ايه رأيك بتلاقي طبيب مسلم كده ومتعلم ومتخرج وحططلك قل اعوده برب الفلق في المكتب كده فانت تخش عنده بقى تقول له طب اه يعني اخد الدواء ولا استعيز ولا ارى المعوازتين وروح اه يعني ورده اه هيقولك لا تأخذوا بالاسباب هقولك تأخذوا بالاسباب يا دكتور كم واحد علشته الأسبوع ده من النفاثاتي في العقد بالمعوزتين اه كم واحد جاء عندك عنده حشوها بسبب النفاثاتي في العقد موضوع القرآن صالح لكل زمان ومكان ده موضوع شيق يعني يحتاج موضوع واعر زي ما بتقوله واعر يحتاج نكمل فيه في حلقة قادمة لكن ما علش ما تعمل كده يعني نعود نفسنا لأنه أنا شايف فيه لايكات كتير الأيام دي فأعمل كده من شر النفاثاتي في العقد لينفتلنا في الليكات وفي الشير يربح منا منهم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر